هو عبدالله السعيد اعتزل دولي لي عارف انه الفترة الجاية رجل هيلعب 4-3-3 او اي حد يجي خلاص بقى دي الطريقة بتاعت اليومين دول يعني منشستر سيتي دلوقتي جريديولا ما بيرجعش الكرة كتير بينقل في نص ملعب الخصم لا انا ريال مديد بتالعب 4-3-3 نيفربول بيلعب 4-3-3 فكت صنع الالعاب اللي هو رقم عشر اللي هو حازم امامه ووليد صلح وعبدالله السعيد اه ابتدت فعبدالله مش هيطور من لعب دلوقتي خلاص فانا بشكره على توقيته الممتاز انا عارف ان انت بتتمتعاطب لان هو انا متعاطب يعني عايز اشوفه في الملاعب لا انا بحب عبدالله السعيد كلاعب عظيم بس هو احترم تاريخه بربه عليه وليه سليمان هكذا مش ما يستناش جمهور الاهل يقول له بقى كفايا وليد دي محترمة وعبدالله السعيد هكذا اللي عمل الموضوع ده محمد رمضان كان جايب تلت يجوان في انهاء الدوري ممكن يلعب سنتين على الواقف اعتزل بعد المباره دي محمد رمضان تعالاهل فانت ازاي تختار التوقيت دي حاجة محترمة وانا شاف ان عبدالله اختياره في الوقت ده حاجة محترمة جدا احترم تاريخه واحترم وهكذا وليد سليمان انا بحترمه بقدره بشكرهم على الفترة اللي قدوها في الكرة ومتعونا الاتنين لعيبة عظيمة طبعا من جدا